الالو شمس طبعا قضية الطفلة اللي مشيت في مركب الهجرة غير النظامية اللي تاليا اللي عمرها ثلاث سنوات كان حديث الرأي العام الكل خلينا نقوله حديث الرأي العام المسؤولين والناس الكل وكنا في مواكبة لأبرز تطورات القضية هذه التفاصيل الجديدة اللي جيتنا البارح هو الإذن بتسليم الطفلة لعائلتها طبعا مع جدل ما زال المتواصل حتى مع هذه الأحكام وإلا هذا الإذن فما جدل نحن نخذ أكثر تفاصيل لأننا مش عارفين بالضبط شنوة اللي سار معانا أنا تقرسمي باسم حاكم مونستير المهدية فريد بن جحاسي فريد صباح الفلو مرحبا بيك شكرا لك تعطينا أكثر تفاصيل لسي فريد شنوة اللي صار بالضبط بيش إذن تقل محكمة الإيطالية بإرجاع الطفلة لعائلتها هو كما تعرفوا أنه كان صدر قرار عن قادر الأسرة بالمونستير في 24 أكتوبر 2020 كان ممكن من المندوب العام لحماية الطفولة السيدنا هي الحمد من تسلم الطفلة ليندا المولودة في 28 ستوامبر 18 من السلطات الإيطالية وذلك كان العودة بها لا ترابطوا سيناركم أن قادر الأسرة كانت عهد لما يعرف بإجراءات الطفولة المهددة إذرة عمليت بحار خلصة كانت معناها إذرة تم فتح بحث تحقيق في والدي الطفلة وفي كل من شارك في ذلك الوفاق الإجراني وبعض طفلة هذه كانت طفولة مهددة تعهد في أسرة وأفضل ذلك القرار وكنت تدخل في عديد محطات الإذاعية وقلت رأي فما إنتي تقيد تعاون قضائي على أساسها كل دولة من الدولتين التونسية والإيطالية تتمسك معناها بكونه إذا كانت دور حكم يخص الدولتين فإنه الدولة الأخرى تتعاهد بتنفيذها وهذا الحصول هو المشكور القضاء الإيطالي هو ديما رأي بعيار كمثل هذه القضايا وهو مصلحة الطفل الفضل ولكن هو أرفض من الأول سيفاريت هو عكس ما تم تداوله رأي برشة معلومات تم تداولها صحيحني أسيت وحنا حفاظا أحنا لماذا لم يكن نسبة برشة تسليبات خايفين على أن الطفلة هذه يقع معناها إيداحة وأن الريجروب موان فاميديا لم تاحها في أحد المؤسسات الإيطالية هما غادل قانونه من الإيطالي يسمح بكونه قاصة يكون على الترابة الإيطالي هما يراعيه مصلحة ويشوفوا إذا كان فيما أي خطر يهدد مصلحةه في الرجوع إلى بلد المنشأ كلهم يقعش تسليم ويقع يدعو في مؤسسة أو في عائلة إلى حين معناها تقعد غادي ويعطيوها جميع الامتيازات من حيث الصحة والتعليم وغيرو لكن أثناء التجربة في 15 ألف طفل موجود في إيطاليا أنه في سن معينة يغادروا المركز هذه ونجم لقدر لا ينحرفوا وقلنا رأوا البنية هذه كانت في عمر حساس ياسر أربع سنوات ونجم مش تندمج ولا تتأقلم بعيدا عن عائلة بتاعها ذكرنا السلطات الإيطالية وخاصة السلطات القضائية لتعاهدت في الموضوع تعاهد الوكيد العام الجمهوري الإيطالي بهذا الموضوع وكان أيضا من لول في وضع الفتاة هذه الطفلة هذه في مؤسسة تعريعية وأذنا بإجراء أبحاث اجتماعية لأن ظرفها ماشي حتى حاجة أو خطر يتهدد مصلحة الطفل في رجوعه إلى تونس وكان معناها المندوب العام الطفلة والسلطات والقنصلية التونسية مشكورين معناها كنا الملفة تخدم بتكاتف عديد الجهود كما بروزة دارح في بيان وزارة الأسرة ذوك الخارجي والأسرة والعدل وعديد المصالح مع القنصلية التونسية في إيطاليا كانوا معناها حارفين على إرجاع الطفلة لتونس تبقى للقرار الضر في تونس عن قادر الأسرة وقمنا القضاء الإيطالي في البداية مرفض شوه وحطها في معناها مؤسسة ومضرت إمكانية الالتحاق العائل متاحها وآذن بيجراء بحث اجتماعي كانت بدون زيارة معناها يمكن زيارة بدون معناها إخراجها من تلك المؤسسة وطوال الفترة هذه كانت الطفلة تطلقى اتصالات هاتفيا بتقنيت الفيديو كما السكايب وغيره تتصل بالعائلة متاحها ونحض البحث الاجتماعي اللي قاموا بيه المؤسسات متاع السلطات الإيطالية أن الطفلة متمسكة بعائلتها في تغريب وضع حاجة طبيعية وعادية طبيعية وشافوا أنه مصماش حتى خطر يتهدد رجوعها إلى بلد المنسى بمعناها يجراء الأبحاث على وضعية العائلة متاحها خلينا بربي نزيدوا حكا نضخوا شوي في موضوع وضعية العائلة متاحها لأنه الأخبار اللي راجت من اللول أنه وضعية العائلة سعيبة ما تسمحش يعني الوضعية ما هيش في الكونجيسيون اللي نجم القضاء يسمح بعودة الطفلة للعائلة فهل في الإطار هذية فما صارت مثلا مساعدات للعائلة بش توفرت شروط أنه تعاود الطفلة ترجع لهم معناها هل دولة تونسية دخلت مع العائلة ووفرت لهم ممكن إطار دار من عرشين حسنت لهم وضعيتهم بش نجموا يعاود ويكون عندهم الملف متاحهم من نجم يستقبل الطفلة من جديد وإلا ليه شوفوا رغم أنه هذا يتجاول صلوحياتي كانت قراتي بسم المحر لكنني بش نحاول نعطيك في إطار ما هو مسموح به ليه في إطار الحكم القضائي الصادر على المستير نجموا نقولوا أنه حتى بالطلاع إلى الحكم اللي اصدر على محكمة الأحداث بطالير أن المحكمة استندت على القرار القضائي الصادر على قاضي الأسرة بالمنستير أنا كنت نذكركم فيه واعتبرت أنه من خلال الأبحاث اللي قاموا بها هما من خلال معناها مصلحة الطفل فضلة وأن هي ولا تتعيش في حالة من الإنزواء وأن وضعتها معناها تمشي تتعكر بابتعادها عن العائلة متاحة كيف في الاختلاف الثقافي والاجتماعي التي تعيش بها الطفلة واعتبروا أن مصلحتها هو تنفيذ ذلك الحكم الصادر عن محكمة الأسرة بالمنستير اللي هي اعتبرت أنه في تلك العمر وبقاعة في تلك الأسرة بطبيعة الحال شافوا أنه سفر المندوب العام للطفولة شخصيا معناها أنه فم حرص كبير من الدولة التونسية أنها تعتني بمصلحة الطفلة اعتبادنا على الدستور الساعة التونسي في الفصل سنين وخمسين اللي يقولها على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل أطفال دون تنفيذ رفقة لمصالح الفضلة للطفل واعتمادنا على مجلة حماية الطفل التونسية اللي هي كيف كيف في الفصل الرابعة متاعها تقول أنه يجب اعتماد مصلحة الطفل الفضلة في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية المتخدة كيف هذا اتفاقية حقوق طفل الصادقة شاف أنه تشريعاتنا ودستورنا والرعاية وخالية الأزمة التي تكونت من وزارات مختلفة اللي هي الخارجية والعدل ووزارة الأسرة والطفولة رفق معناها ملحوظ وهو أن الدولة التونسية تعهدت لتوفير كافة أنواع الحماية واستمدت في قرارها على أن مصلحة الطفلة هادس ذلك لعمر بالذات هو إرجاحها وتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الأسرة والعلاقات الأسرة بالنسية لأنه نعتبر انتصار للدولة التونسية لأنه عكس ما تم التداول في وسائل الطفل السماعة ما فماش حتى وعود كانت أنه البوء الأم يسافروا إلى إيطاليا وما فماش حتى ضمانات أنه حتى لو كان يسافروا هو لحبيب شور غادي أنه بشقعة تسليمها لأنه القادة الإيطالي كان الهاجس نتاعه الوحيد هو أنه مصلحة الطفل هو بقاءها مع تلك العائلة أو إلحاقها بمؤسس رعاية إيطالية وتبقى غادي لكن الحمد للأنه هما شافوا أنه ما مشوش في الخيار الثاني هو معيارها هو المعيار الأصلي لضمان مصلحة في الكتف واضح وأطوة نعني هالمعلومات التي زادت جيتنا أنه سيدة وزيرة المرأة كانت أكدت أنه كان فيما خدمة قامت بها الوزارة مع كل الأطراف المدخلة من أجل توفير الظروف الضرورية لتأمين حياة أمنة للطفلة والعائلة تم إدراج الأم في برنامج تمكين الاقتصادي من أجل الحصول على مورد رزق إضافة إلى تمتيع العائلة بالمنظومة العلاجية المجانية ودفع مستحقات كراء المنزل اللي يتساوغوه وتأفيثه بالكامل وزيدة المتابعة الصحية لشقيقة الطفلة هذه الطفلة الأخرى اللي كنا نحكين عليها زيدة اللي عمرها سبع سنوات واللي عندها مشكل صحية يبدو أنه تم توفير كل الظروف لاستقبال لبنية وإن شاء الله العائلة هذه تعاود تمير صحيتها بصفة طبيعية وإن شاء الله يتم علاج الطفلة الأخرى والبنية هذه تتجاوز هالأزمة ممكن اللي عاشتها ومشكور سي فريد بن شحاسي دي على تواصلك معنا وعلى كل التفاصيل اللي قدمت هنا الناطق الرسمي باسم حاكم المونستير والمهدية شكرا